إطلالة على ما تبقى من عمر حكومة دياب مع المستشار الأول خضر طالب ومعه نبدأ حلقة الليلة مباشرة من استوديو وهلأ شو السيد خضر مساء الخير أهلا وسهلا فيك بالجزء الأول أو المحور الأول من حلقة الليلة طبعا بالمؤدمة طرحنا عدة محاور وعدة أسئلة وعدة أمور الرئيس حسان دياب لسان حاله ألف حكومة جديدة خلينا بقى ننقذ البلد والناس ولكن ما في شيء بعد بالإيد بالانتظار ماذا عن حكومة تصريف الأعمال اليوم كيف يمكن أن نصف حالة هذه الحكومة أولا تحميل حكومة تصريف الأعمال كل تبعات ما يحصل الآن في البلد ورمي كل المسؤوليات عليها في من الظلم ما يكفي عندما استقالت الحكومة وفق الدستور تستقيل ككيان يصبح العمل الوزاري هو عمل تصريف الأعمال ولذلك الآن هذه الحكومة تعمل على مستوى رئيس الحكومة بشكل مكثف وعلى مستوى كل وزير في وزارته لم يتقاعس أحد منهم ولا لحظة يتابع عماله أما ما يقال عن قضية القرارات المصيرية والقرارات الصعبة لا يعني ما عم يتهرب الرئيس الدياب ولا الحكومة من هذه القرارات لكن هذه القرارات تحتاج إلى حكومة فاعلة إلى حكومة مكتملة الصلاحيات بمعنى أن حكومة لديها ثقة من مجلس نواب لا ننسى أن حكومة تصريف الأعمال لحظة تقديم استقالتها تعتبر مستقيلة وبالتالي خسرت ثقة المجلس النيابي في هذه اللحظة وبالتالي أي عمل الآن تحتاج إلى القيام به خارج دائرة أو جدران تصريف الأعمال تحتاج إلى تفويل جديد من مجلس نواب بس فيه نقاش بالبلد استيس خضر نقاش هو مرتبط بمسألة دستورية تصريف الأعمال يعني شو هي حدود تصريف الأعمال إذا كان هناك هذا النقاش موجود فكيف لهذه الحكومة أن تأخذ وجهة نظر واحدة يعني إذا فيه انقسام بالبلد فيه دستور واضح إليه علاقة بتصريف الأعمال فيه أمور ضرورية فيه أمور ضرورية لها علاقة بمصلحة الناس من يحدد ما هي الضرورات فيه منطق في منطق الأمور يحدد منطق الأمور يحدد فيه انقسام بالبلد مين بيحدد أن هذا الانقسام من يغطي هذا الانقسام ومن يغطي أي عمل تكون به الحكومة بس اسمعنا الكثير من الأصوات السياسية وحتى من مجلس النواب ومن رئيس مجلس النواب أن تصريف الأعمال من بحاجة لتغطية تشريعية أو لتغطية من قبل النواب راجع كلام الرئيس برري بدقة شديدة جداً الرئيس برري لم يعطي التفويد لحكومة تصريف الأعمال لتفعيل الحكومة انتهت تفعيل الحكومة مع تقديم سيارتها بدل ما يطالبوا الحكومة بتفعيل عملها هذه الحكومة المستقيلة بدل ما يطالبوها بتفعيل عملها تفضلوا شكل حكومة يعني غريب المنطق بس إذا كان تشكيل الحكومة متعذر يعني اسمعنا كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لما ناشد الرئيس دياب بضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال يبدو أن هذه المناشدة لم تلقى صدى عند الرئيس دياب المسؤولية الآن الأولوية الآن إذا هناك عجز عن تشكيل الحكومة إذا هناك عجز عن تشكيل الحكومة ترمى المسؤولية على حكومة تصريف الأعمال اللي قدمت سألته فلت بس فيها هذه حكومة قائمة تبقى موجودة لحين تشكيل حكومة تانية هل يعقل أنه نبقت من تشكيل حكومة وبالآخر ترمى عليها المسؤولية أنه ولا تفضلوا اشتغلوا بس ما بالآخر فيه هذا فيه مسؤولية فيه وضع مالي واقتصادي ومعيشي واجتماعي فضل اللي اعطيني خمس بنود لجدول أعمال مجلس المزراء بس أنا يعني تفضل حضر ماذا يمنع استاذ خدر ماذا يمنع من انعقاد شكل ما لجلسة تعالج ضرورات معينة لها علاقة أولا بالموازنة لنقل نعم مثلا شو يمنع الموازنة لم تكتمل بعد لم تنجز بعد اجت بشباط على الأمانة العامة لمجلس وزراء وجرأ أرسلت إلى الوزراء لمناقشتها سلفا وأعيدت النقاشات وملاحظات الوزراء إلى وزارة المالية لإعادة سياغة الموازنة والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وضعها الوزراء بدل ما يعدوا على طاولة مجلس وزراء ساعات وجلسات طويلة جدا للنقاش بالموازنة اختصرنا الوقت لما تنجز الموازنة بوزارة المالية ساعتها لكل حادث حديث لكن عم نقلب المعادلة يعني في منطق غريب البلد منطق الغريب أنه على هذه الحكومة أن تفعل عملها ومنطق آخر بيقول هذه الحكومة إذا فعلت عملها فهي تخرق الدستور بدل هذا النقاش خلنا نروح للنقاش الحقيقي الصائب السليم من المنطق السليم لمنطق الدولة وهو تشكيل حكومة بعد ثمينة شهر اليوم لم تشكل حكومة هل الأولوية تفعيل الحكومة؟ هلأ طبعا الأولوية تشكيل حكومة جديدة ولكن في حال تعذر تشكيل حكومة جديدة الأولوية يصبح الأمر الواقع سيسرة أمور البلد والناس من خلال الحكومة القائمة على ماذا هي العناوين؟ أنا قلت اللي بيقول تتفضل الحكومة تفعل دورة شو مقصود بتفعيل الدورة؟ خلنا أحدد جلسة مجلس مزراء عطوني خمس بنود لجلسة أعمال لماذا بدنا خمسك؟ قد يكون هناك بند واحد ابطرارة يستدعي كل البنود يستدعي على المستوى العمل رئيس الحكومة اليومية الناس عم بتجوع ربطة الخبز عم تغلى الدولار كل جمع كل يوم عم يطلع في انهيار بالبلد في انهيار بالبلد هذا كله ما بيستدعي لا يستدعي تشكيل حكومة الإصلاع بتشكيل حكومة يعني المنطق هون مختلف بدل من نقول ألا يستدعي هذا تفعيل حكومة ما منقول ألا يستدعي هذا تقديم تنازلات تدوير الزوايا وتشكيل حكومة هذا المنطق الصحيح مش المنطق اللي أنه يعني العجز من نرمي على إذا بدأمشي معك بشكل منهجي يعني لما يطالب الرئيس حسان دياب بتغطية تشريعية لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال يعني تحديدا شو المطلوب يعني المطلوب توصية أو قانون أو شو قرار توصية بدك إيه فيه صيغ قبل هلأ صدرت عن مجلس النواب وقالت أنه بقرارات متعددة صدرت عن مجلس النواب الرئيس بالري قال لا تعديل الدستور ربعا مين قال أنه مطلوب تعديل الدستور هذا البديء الصوت هل المطلوب تعديل أم المطلوب ماذا لم يطلب أحد تعديل الدستور مطلوب توضيح فكرة ما هي تصريف الأعمال شو البنود ويطلب حق للحكومة أن تجتمع على ضوءها في ظل حال الحالة التي نحن فيها أما على المستوى الملفات فالحكومة عم تشتغل على المستوى الوزاري ومجموعات الوزراء اللي عم تجتمع لمعالجة كثير من القضايا وأن لا مش متروك لا أكيد مش متروك البلد إذن المطلوب أنه يجتمع مجلس النواب ويصدر توصية أو قرار بمدى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لكي تكون هذه الحكومة مغطاة تشريعية إذا كان المطلوب تفعيل الحكومة لكن المطلوب مش هون الأول الأول هو تشكيل حكومة جديدة تشكيل حكومة جديدة هل الرئيس حسان دياب بمكان ما عنده توجس أو عنده قلق من أن يترك وحيدا أو تلقى عليه المسئولية أو التهمة أو اللوم من شان هيك عم بيطالب بتغطية تشريعية من مجلس النواب الرئيس حسان دياب رجل يتحمل المسئولية كاملة ما بيخاف والتجربة أثبتت أنه ما بيخاف لكن من مسئوليته الوطنية عم يطالب بالتعجيل بتشكيل حكومة هون المسألة الأساسية مش خايف من شيء أبدا بس عم ينقال أنه عندما صار يعني بعد انفجار المرفأ نعم الرئيس دياب ترك وحيدا حتى من قبل الأشخاص يلي سموا ودعموا وجبوا على رئاسة الحكومة خايف أنه يتكرر نفس السيناريو فيما لو فعل عمل حكومته وأخذ قرارات قد تتخطى نطاق تصريف الأعمال هل صحيح هذا الجاوب لا أنا سؤالي محدد أنا جاوبك هل المطلوب هو جدل بيزنطي حول مسألة التفعيل وعدم التفعيل يعني بعدنا عم ندور بحلقة مفرغة بهذا النقاش ما حيوصل للنتيجة يعني نحن قلنا 8 شهر كل أسبوع نقول الأسبوع الجاية في حكومة الأسبوع البعض في حكومة الشهر الجاية في حكومة فبالتالي هذا التآكل الوقت وتآكل مصالح الناس وزيادة معاناة الناس هذا اللي يجيب معالجته وليس الدخول في نقاش من دون جدوى لن يوصل إلى نتيجة حتى لو تم تفعيل الحكومة يا أستاذ جورج ما في سقف لهذا التفعيل في سقف لهذا التفعيل في دستور بده يحترم في رئيس مكلف بده عم يقوم بواجباته المسألة تتخطى قضية تفعيل الحكومة وعمل الحكومة ككيان ترك لي على جنب موضوع تفعيل الحكومة بده أرجع لسؤال الأساسي بس بغير صيغة هل اليوم يشعر الرئيس حسان دياب أنه بمكان ما طعن أو تم التخلي عنه الرئيس حسان دياب لا يخشى في الحق لو ما تلائم والرجل مقتنع بأنه ما قام به صائب ولمصلحة البلد ويتحمل مسؤوليته كاملة وهو مؤمن رجل من أول لحظة عم يقول أنا ما بدي شيء لنفسي لا أريد شيء لنفسي وبالتالي هذا مصدر قوته بس هل كان متوقع هل كان متوقع من حلفائه أو من الأشخاص الذين سياسيا دعموا كان متوقع منه أن يقفوا حده أكتر أو يمنوا له تغطية سياسية أكتر السياسة بالبلد ما فيها أمان بالسياسة ما السياسة لا فيها حليف دائم ولا فيها عدو دائم يعني عنده نوع من العتب أو اللوم مسألة للنقاش بعد فترة عندما يغادر العمل الحكومي ربما يصارح بهذا العتب إذا كان في عتب أو بحيثيات المرحلة اللي ما رأنا فيها ماذا يعني تهديده بالاعتكاف من فترة يعني هل لرئيس حكومة تصريف أعمال أن يهدد بالاعتكاف ما هو مستعيل هو قال إذا كان الاعتكاف يساهم في التعجيل بالتشكيل الحكومي فأنا جاهز ما قال أنا إذا ما يعني لا هو لوح بالاعتكاف إذا كان لهذا الاعتكاف مساهمة في التعجيل بالتشكيل الحكومي فهو جاهز له فهذا التلويح كان له هو ضيف محدد شو طلع لم يساهم لم يساهم يعني ما في حدا فرقاني معه البلد بس هل هو قادر على الاعتكاف يعني من شو بده يعتكاف ما هو بخلك مشاكل لا لا يعني كتير رؤسة حكومات كانوا يستقيل ويفلوا من البلد هلا أنه رئيس دياب بعد 8 شهر عم يمارس عمله بالكامل وعم يتحمل المخاطر وعم يدير ملفات واجتماعات الوزراء كله عم يقوم بكامل دوره لم يتوقف أي عمل على المستوى رئيس الحكومي وعلى المستوى الوزارة بمطرح من المحلات كمان قيل أنه الرئيس دياب وكأنه بمواقفه يريد تقديم أوراق اعتماد لنادية رؤساء الحكومات السابقين رئيس دياب يريد تقديم أوراق اعتماد للتاريخ بأنه رجل لا يريد شيئا لنفسه لا يريد شيئا لنفسه الرجل الرجل كان يريد وأنجز جزء من هذه الرغبات إنجاز إصلاحات حقيقية لهذا البلد لا ينحط على سكة السلامة ونعمل إصلاحات حقيقية بالبلد والأيام ستكشف بالمرحلة المقبلة أداش في إصلاحات عملت وستطبق في مرحلة إن شاء الله تطبق في المرحلة المقبلة سيذكر بأن هذه الإصلاحات أنجزت في حكومة الرئيس حسن دياب في حكومة مواجهة التحديات أستاذ خضر في عندي محور بدنا نحكي فيه إلو علاقة بموضوع الدعم وترشيد الدعم وكلام وزير المال لرويترز منذ يومين وهذا الموضوع يهم المواطن بشكل كبير لأنه إلو علاقة بلقمة عيشه ولكن قبل خليني بدمن إطار الحكومة الجديدة وتشكيل حكومة أو تفعيل الحكومة ولما هنالك اليوم تعذر تشكيل حكومة جديدة على منطقة المسئولية برأيك هون إذا بدك خليني أفصل بين خضر طالب المستشار وبين خضر طالب الصحافي والمحلل السياسي ما بعرف إذا بدك نفصل بينه وتترحرح بالحقي لا هالأيام بينفصله صعب بس نخلص من رئيس الحكومة بنفصله ونرجع بس بالوقت الحاضر صعب الفصل إنما إذا بدك هكي يعني بشك بعجالة فين يقول أنه المسئوليات الكل يتحمل المسئولية ما حيحصل مطلوب تدوير الزوايا مطلوب تقديم تنازلات من كل الأطراف بلد ما بيحمل أنه يبقى بهذا الفراغ المدوي يلي عم يخلينا يعني مش بس نحفر بالقعر لا الحقيقة نحنا وصلنا إلى مكان السقوط الكامل وإذا لم يعني ينتبه المعنيين لهذه المسألة ويقدموا صحة البلد على حسابات وزير بالزايد ووزير بالنقص مثل ما قال رئيس الرئيس الديان فالله يسطر الله يسطر بس هنا يعني فيه فيه صياغ عم بيتم تداولها يعني أول شي كنا بـ 18 صرنا بـ 24 شوي بينحكى عن تلت معطل شوي بينحكى عن ثلاثة منات شوي بينحكى كل واحد فهمان لقصة شكل يعني مين بده يختار الوزراء المسيحيين وإذا التشناك من ضمن حصة رئيس الجمهورية ولا لا وإذا الوزير التابع لطراء الإرسلام شو بهم الناس شعب اللبناني شو بهمه من هذا الكلام كله ما بهمه بس يبدو أنه هذا الكلام وهذه التفاصيل هي اللي عم تأخر ولادة بس الشعب اللبناني عم يعاني وما بتعني لك لهذه التفاصيل وصدقني اللبنانيين صاروا بمكان آخر برؤيتهم لكل القوى السياسية ولمسألة التشكيل الحكومي اللبنانيين في مكان آخر حجم المعانات اللي عم يعانوها اللبنانيين كبير جدا فيه تراكمات هائلة هل برأيك فيه أسباب أو عرقيل بحث داخلية أم القصص العلاقة بالواقع هذا كمان رأي شخصي رأي شخصي عم أقول مع أنه تلك أحيانا تمايز بين هؤل بس هؤل رأي شخصي فعلا بدقة شديدة أنه كان لدينا المبادرة بنسبة عالية داخليا لتشكيل الحكومة كلما تأخرنا عم نخسر الزمام الأمور عم نخسر المبادرة الداخلية لتشكيل الحكومة كلما تأخر تشكيل الحكومة عم تفوت تعقيدات إضافية عم تفوت يعني عم نفوض أمورنا اللبنانية إلى الخارج لا يحلوا مشاكلنا لأنه نحن عاجزين عم نثبت نحن عاجزين عن حل مشاكلنا عاجزين عن تشكيل الحكومة بكل أسف حكومتكم يلي هي نظر لألا أنها حكومة اختصاصيين اليوم فيه كمانا رأي أن حكومة الاختصاصيين قد لا قد لا تملك القدرة على تحمل المرحلة الصعبة اللي قادمين عليها وهذا كلام قاله الأمين العام لحزب الله مشان هيك قال أنه ليش ما بيكون في حكومة تكنوسياسية تقدر تغطي الأرارات الصعبة والمصرية اللي قادمين عليها من تجربتكم بحكومة الرئيس دياب هل الوقت الحاضر بحاجة لحكومة اختصاصيين أم لتكنوسياسيين بالوقت الحاضر بحاجة لأي حكومة أي حكومة كيفما كان شكلها أي حكومة هي أفضل من الواقع اللي نحن عم نعيشه لا يمكن الاستمرار يا أستاذ جورج الحكومة المقبلة التي يجب أن تتشكل هذه حكومة عندما هم مات مبارح صندوق نقدم طلع بيان القوى الدولية المجتمع الدولي كله عم يناشد الليبنينيين تفضلوا شكله حكومة لنوقف جنبكم يعني وقفوا جنب حالكم لنوقف جنبكم الصندوق النقد بحاجة لحكومة لديها صلاحيات يستطيع التفاوض معها لاتخاذ قرارات تبدأ بعملية النهوض بالبلد ما فيه إمكان أي حكومة ما حدا يفكر بشكله بقى مش مهم الشكل مش مهم الحصص مش مهم العدد مون تشكل حكومة خليني انتهل لموضوع رفع الدعم فيه عندكم انتو كحكومة تصريف أعمال عم ينقل قد يكون أحد أسباب أيضا تأخير تشكيل حكومة جديدة وأنه ما حدا بده حكومة جديدة أنه ما حدا قادر يتحمل كرة النار يلي قادمين عليها لما بنسمع كلام عن موضوع رفع الدعم لما بنسمع كلام عن المزيد من ارتفاع وطيران بسعر صرف الدولار بالوقت اللي كان المفروض فيه منصة نشوفها من أسبوعين وبعدها لهلأ ضايعها المنصة ما لا فأم ترح تطلع يعني لأنه أولا سعر صرف الدولار هذا السوق السوداء هذا سعر صرف سياسي وليس سعر صرف حقيقي وبعتقد فيه إجماع على هذا الكلام مش تنظير مني أنا مني خبير اقتصادي لكن فيه إجماع على أنه هذا السعر وسعر سياسي وعندما تشكل حكومة منشوف أنه هذا السعر يعني بنهار الدولار بس شو مسؤولية الحكومة اليوم بضبط السوق السوداء والمنصات وإلى ما هناك أولا مسؤولية الحكومة أم مسؤولية وزارة المال أم مسؤولية مصرف لبنان النقد وحماية الليرة اللبنية من مهمة مصرف لبنان عنون النقد والتصليف هيك بيقول وعلى مدى من سنة 92 إلى اليوم كان مصرف لبنان هو يتولى حماية الليرة اللبنينية ما فينا بن لحظة نقول لا أنه هذا مسؤولية وزارة المال أو الحكومة أو رئيس الجمهورية أو مجلس النواب لا يعني هذه المسألة مرتبطة بمجموعة عناصر وعوامل بس دايما بن أهل حاكم مصرف لبنان هو موظف بالدولة مرتبطة بمجموعة عناصر وعوامل يعني فيه مسؤولية فيه مسؤولية للحكومة والسلطة التنفيذية ما ننسى أننا فيه اختلال من 2011 لليوم فيه اختلال بميزان المدفوعات التجاري نحن من 2011 وهون الخلل الكبير اللي لم تتم معالجته من على مدى عشر سنين أنه نحن بال2011 نكسر إلى الخلل بالميزان كنا من الثورة من الثورة 22 مليار بلشنا نتراجع بدخول العملات الصعبة إلى لبنان وصلنا إلى 11 مليار و13 مليار بالتصدير فصار في خلل هائل هذا الخلل كان عم تراكل مع ميعمل فجوات مالية عم تتآكل المدخرات الموجودة بمصرف لبنان سواء مدخرات اللبنانيين الوذاع اللبنانيين بالمصرف أو سواء بالنسبة لأمكانيات الدولة ومالية الدولة ومالية مصرف لبنان أيضا موجودات مصرف لبنان هل العشر سنين اللي مرأوا هذا الهو الكبير اللي لم تتم معالجتها واللي كان يتم قصفها إلى الأمام بوعود مؤتمرات ومساعدات ولم تأتي لمؤتمرات ولا مساعدات ولم تفعل شيء أدت إلى هذا الفجو أو هذا الفارق الهائل اللي وصلنا إلى ما نحن إله اليوم بالتالي تتحمل حكومات الماضية مسؤولية طبعا تتحمل المسؤولية لأنه لم تنظر إلى هذا الفارق إلى هذا الفارق الكبير نعم اليوم الدعم أن تعالجه نعم اليوم الدعم يعني وزير المال بيقول لرويترز مبارح يحذر من نفاذ الاحتياط الأجنبي المتبقي للدعم بنهاية أيار يعني بعد عنا شهر ونص بيخلص الاحتياط الأجنبي المتبقي وطالب بتقليص الدعم وإصدار بطاقة تموينية نعم هل هذا قرار أدرى حكومة حكومة تصريف الأعمال تقوم فيه؟ فيه شقين لهذا السؤال وأنا حاجب على الشق الأول وارجع من تقلل الشقتين الشق الأول الحكي عن أنه سينتهي المال المرصود للدعم هو حكي الحقيقة لأنه يعني والتبرير بأنه هذه أموال الناس طب ما أموال الناس كانت 180 مليار دولار قبل هلاء وتم التفريد فيها ولم يتم يعني لا كان في حرص عليها ولا من يحزنون فليشرب البحر كله سوا هلأ عم يغصب السائية أولا اثنين أنا بعتقد أنه مصلحة الناس وكل قمت عايش الناس بالوقت الحاضر هي أولوية تتقدم على عداها من تضحيات ومن تنازلات ومن يعني من إجراءات قاسية وموجعة لكن أيضا هي حاجة للناس لأن الناس بدأت تفقد لقمة عايشة ثلاثة وهذا قرار استراتيجي عند الرئيس الدياب لا ترشيد للدعم من دون بطاقة تمويلية لا يمكن أنك تأخذ من الناس مصاري من دون ما تعطيهم معاناة الناس صعبة كبيرة كثير ما فينا نزيد من معاناة الناس قبل ما نقول للناس هذا بديل عن ترشيد الدعم تفضلوا في عنا معادلة كثير بسيطة كثير بسيطة لا يمكن أنك تحمل الناس اليوم أعباء إضافية فوق الانهيار اللي حاصل وتقول لهم أنا بدي رشد الدعم لا رئيس الدياب لن يقبل لماذا لماذا عملناها من قبل هذه القصة يعني مثلا على الأقل نحن هنا بهالتليفزيون بمحطة الجديد صار لنا أشهر منعمل تحقيقات وتقارير بنشرة الأخبار ومنطالب بمخرج البطاقة التموينية أو التمويلية لا أعرف ما بدنا نسميها لأكثر الأسر فقرة لماذا لماذا عملت من قبل ما كان يمنع عملت قبل بأواخر العام عشرين عشرين أرسل إلى مجلس النواب وبناء لطلب دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إلي فرزلي أربع سيناريوهات لترشيد الدعم وانتصرت عندهم أشهر ثم أعيدت أنه لا بعثت لنا سيناريو واحد قلنا يا جماعة السيناريو الواحد لا يمكن تطبيقه من دون بطاقة تمويلية ساعدونا يعني خلنا ندفع للناس نقول لنا للناس يا أخي بدي أنا أرفع عنك حق يعني تانكة البنزين بدي يزيد عليك لأنه برأي الترشيد الدعم أنه هذا عم يروح لغير المستحقي طب خلنا نعطي المستحقين مصاري لا يشتروا تانكة البنزين اللي بدوا يرتفع سعرها هذا خط فاصل طب هيدا لما نعمل هلأ وصلت أنا بش باطن بعتنا بس أصدي ليش من قبل ما تحرك هالمخرج ما كان أولا لأنه قلت لك أن أرسلت الأربع سيناريو وتأخر الجواب عليها أنه روح روح حلوها وارجعوا لعننا هاي واحدة اثنين الانتظار المحموم كان لتشكيل حكومة يعني أنت ما فيك كمان كحكومة تصريف أعمال تفرض على الحكومة اللي جاي إجراءات وقرارات يمكن هي كون شايفة ورافضتها كون رفضتها بس هلأ طالما وصلنا نحن لشو بقوله البوردر لاين أو الحد الفاصل يعني إذا عم بقول أنه بنهاية أيار بصير في نفاذ للدعم المتبقي وحضرتك عم بتقول أنه لا يمكن للرئيس حسان دياب يقبل بترشيد دعم أو برفع دعم قبل إصدار بطاقة تمويلية أو تموينية للأسر الأكثر فقراء مش الأسر الأكثر فقراء لا أفهم خلينا نوضح شغل وهون بتمنى تعطيني شوية فكرة البطاقة التمويلية مش للأكثر فقرا لأنه أول شي الشعب اللبناني صار بدك إعادة تقويم فئاته صاروا الأكثر فقرا يمكن 80 و90% فالتوجه عند رئيس الدياب بأنه تنعمل بطاقة تمويلية بالمال لحوالي ما بين 700 إلى 800 ألف عائلة في لبنان من أصل حوالي نحن عنا في لبنان تقديرات أنه حوالي مليون ومية وشي يعني فاصلة عائلة في لبنان يعني ثلاثة أرباع العائلات من مية أكتر أكتر من ثلاثة أرباع يعني ف800 ألف عائلة أو 700 بين 700 و800 ألف عائلة بنعطوا مبلغ مالي هذا المبلغ يحدد العائلة تحدد كيفية إنفاقه مبلغ مالي شهري يعني شهري طبعا بطاقة بطاقة مثل كريز بسهذا منامده ينجاب يعني المبلغ المرصود نعم من وين مصدره بالوقت هون اللي عم نقوله التعاون بين مجلس النواب وبين الحكومة كيف أسألي بدأتون رصدوله مال ما في امكانية لكن ترفع الدعم عن الناس وبصير تنكت البنزين 120 ألف ليرة وبطالهم للناس روحوا دبروا رأسكم كيف بس برأيك مصدر التمويل لهذه البطاقة التمويلية فيه مال بالمصرف من ليرة اللبناني نحن أولا فيه برنامج بس لحظة بس خلينا نكفي فيه برنامجين إضافيين يعني ضمن هذا التوجه فيه برنامج اللي أخدناه قرد من البنك الدولي 240 مليون درر على مأزون واللي بيغطي حوالي 160 ألف عائلة ضمن نفس التوجه وفيه برنامج اللي موجود بوزارة الشؤون اللي بيغطي حوالي 50 ألف عائلة فعمليا نحن عندنا بحدود 200 ألف عائلة موجود مرصود لقالهم مبالغ عبر المؤسسات بدل عندك 600 ألف عائلة حوالي 600 500 600 يعني هذا الهيمش اللي عم نحكي عم نتحرك فيه هذا بدي يكون فيه قرار بمجلس نواب لإنفاق لتخصيص موازنة خاصة فيهم له هؤلاء الناس بركي قالوا لك أنه ما عنا مصاري كافية بركي مصر في لبنان ما أنت عم تقول بدي يوفر دعم من مصر في لبنان وقف إنفاق دولارات من مصر في لبنان تتوفر منهم تدفع للناس وقفه جزئيا أو ترشيده بالدولار وبتم تمويل البطاقة التموينية بالليراء اللبناني هكذا يصبح قادر مصرف لبناني يأمن سيوله تماما هذا التوجه عند حكومة رئيس حسان دياد هل هذا التوجه وضع النار لأنه صار الوقت داهم موضوع وفي الخطة موجودة عند رئيس الحكومة والعمل الوزاري عم ينشغل فيه أي مترح نشوف خطوات يجب أن تسبق ذلك البطاقة التمويلية وربما هلأ في صيغة عم نشتغل عليها إذا اكتملت فبتكون يعني مخرج من تدوير الزوايا مخرج للتزامن على الأقل فينا نعرف خطوط عريضة لهذه الصيغة التزامن التزامن بين رفع الدعم أو ترشيده بين إصدار بطاقة تمويلية هل هناك توقيت محدد أو مدى زمني محدد أنت بحاجة لأنون بمجلس النواب يعني بس أنه تقديرك أو أنه أين ترح بتم الطلب لمجلس النواب هو صيغة القانون لمجلس النواب تجي بطلب من مين من الحكومة يعني مع مول في صيغة بس هذه الحكومة عم يشغل عليها هذه الحكومة مش بحاجة تجتمع تطرفع عنون لمجلس النواب في صيغة عم يتم التفاهم عليها وبعتقد قطعت شوت كبير بمسألة يعني وضع نص مرتبط بإصدار بطاقة تمولية ورصد المبالغ لها وأيضا فيما بعد يتبعها مباشرة ترشيد الدعم لكن بعد نعم أقول بطاقة تمولية بالأول ثم ترشيد الدعم وهذا فيما لو لم يتم تشكيل حكومة جديدة هذا الأمر سنشهده من هلأ إلى شهر ما في وقت ما فين حدد وقت لأنه مرتبط بأكثر من عنصر بس لأنك حضرتك قلت لي أنه في صيغة عم يتم العمل عليها لأنه في تعذر لأنه عقاد جلسي لمجلس الوزراء في صيغة عم يتم العمل على صيغة نص أو اجتماع مصنغر في صيغة في صيغة الآن وربما بمرحلها الأخيرة بمرحلها الأخيرة لإنجاز هذا الملف بس ما حدا يظن أنه فينا يعني يدفع الأمور باتجاه رفع الدعم أو ترشيد الدعم أو صيغة البدكية من دون ما تأمن للناس بديلة هذا أمر بالنسبة لرئيس الدياب خط أحمر أنا أشكرك أستاذ خدر طالب مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد في شي بعثتت في عنا ملا كنت بند بدك تحكي عن موضوع ترسيم الحجود البحرية خيا نختم بهذا الموضوع أيضا هذا الموضوع أخذ الكثير من اللغة ومن الأخذ والرد شو موقف الحكومة شو موقف الحكومة من هالملف هذا أولا صار في نقاش كثير على هذا الموضوع الرئيس الدياب أقرب إلى وجهة نظر الجيش اللبناني في هذا المسألة لكن في سياق دستوري وآنوني يجب أن يسلك هم المرسوم قبل وصوله إلى الرئيس الدياب صار في مراسلات وصار في ضياع لهذا المرسوم أو الحياءة أخير عامة لمجلس وزراء لكن لما وصل وصل وعم يقول أنه موازات الصياغ الإدارية أنه يجب أن يصدر بمرسوم عن رئيس الحكومة ووزير الأشغال ثم توقعه وزير الدفاع وهذا خطأ بالشكل وبالمضمون وبالدستور وبالآنون لأنه بالقاعدة الأساسية أي قاعدة لما أدرج الملف على جدوى الأعمال لمجلس وزراء سنة 2011 وصدر المرسوم صدر بناء لتوصية وزير الأشغال بوقتها لأنه دوائر وزارة الأشغال هي التي اقترحت التعديل اليوم الذي يقترح التعديل هو الجيش اللبناني وهو الذي وضع الخرائط وبالتالي هو اقترح يقترح الآن إصدار المرسوم وبالتالي لا يمكن لقيادة الجيش مراسلة الرئيس الحكومي مباشرة يجب أن يصدر المرسوم أولا يعني يسلك طريقه الإداري عبر وزير الدفاع أو وزير الدفاع عبر وزير الدفاع يوقع المرسوم ثم يرسل إلى وزارة الأشغال لإبداء رأيها وأيضا لقطاعات لوزارات متعددة معنية بهذا الملف ثم يرسل إلى رئيس الحكومة ومن هناك يوقعه رئيس الحكومة ورئيس الحكومة جاهز لتوقيع المرسوم فور وصوله جاهزا بالصيغ الأنوني والدستوري السليم ويرفع إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ما بيصير أنه يوقع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة على مرسوم ثم يعاد إلى الوزراء لتوقيعه همخالف دستوري إذن هذا المسار اللي لازم يتم اعتماده للوصول إلى الصيغة الختمية نعم طب هذا ليش ما يتم اعتماده الحقيقة لا أعرف ما فيه حلقة مفقودة بهذا الملف هي مسؤولية الحكومة يعني ليش ليش عم تنرمى على وزارة معينة لا هي مسؤولية الحكومة هي بالأساس لا ما هي ما هي السلطة التنفيذية لكن هذه مسألة من الدقة والخطورة تصل إلى حدود المسؤولية الوطنية الشاملة وكان رئيس رئيس الحكومة من البداية أنه نحن إذا بقى تعين مدير عام تحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء يعني بمعنى التوافق الوطني على تعين مدير عام طب لما بتقول بدي أنا رسم حدود لبنان البحرية هل يجوز أنه هذا الموضوع يبدأ فيه وزير أو رئيس وحده لا هذه مسؤولية الدولة الحكومة يعني هذا شي سيادي ليش بس الدولة لأنه سيادي يحتاج إلى نقاش وطني وإلى قرار وطني مش عم نحكي عن موضوع تعيين مدير عام أو تعيين ما بعرف مين هيدا شي سيادي له علاقة بترسيم حدود يعني بدأ مجلس وزراء هيدا مش مجلس وزراء فقط شو لك لا أنا برأي يحتاج إلى توافق وطني ولما عم نحكي بالتوافق الوطني يعني بمكونات البلد السياسية الأساسية هلأ يعني وكأنه هنا بدأت تنفهم وكأنه رئيس الحكومة وكأنه عم بحاول يتهرب من هيدا الموضوع الرئيس الدياب جاهز لتوقيع المرسوم على توافق وطني الرئيس الدياب جاهز لتوقيع المرسوم فور وصوله لأله بالطريقة السليمة قانونا ودستوريا قانونيا ودستوريا بس ما هذا المرسوم أستاذ خضر هذا المرسوم بحاجة لاجتماع للحكومة لأنه مش لوزراء معينين يبعثوا لرئيس الحكومة بده اجتماع حكومة ويتم التوافق عليه لأنه هيدا شأن سيادة ربما لكن لما بيرفع إلى مجلس الوزراء بالسيغة القانونية والدستورية ربما يكون يحتاج إلى حكومة ممكن لأنه عم نحكي بهذا يحتاج إلى حد أدنى من التوافق الوطني ما بيصير أنك ترسم حدود لبنان شخص مهما على شأنه سواء رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو وزير أو مدير عام يحدد هو حدود لبنان بس كمان إذا بدك تنتر توافق وطني حولي هذه قصة طويلة لازم الحكومة يكون عندها الجاهزية والقدرة والقوة أن تأخذ قرار بدك قرار لماذا نقول حد أدنى من التوافق الوطني يعني مكونات مجلس الوزراء نفس الشي تثبت بالمرسوم اللي يبرم هلأ اللي بعده يتعرقل وليس يروح على كل المواقع الإدارية والوزارية السليمة ليشكل حد أدنى من التوافق الوطني لأن مكونات مجلس الوزراء الحالية فيها حد أدنى تابعال إذا جاهز هذا المرسوم يمضي ما هو من جاهز هذا اللي عمول هو لم يصل إلى رئيس الحكومة الآن إذا وصل جاهز سيوقع عليه رئيس الحكومة إذا وصل بسيغته الآنونية والدستورية السليمة سيوقع عليه رئيس الحكومة شكرا لك أستاذ خدر طالب مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على هذه الإطلالة الليلة على أمل أنه يصير فيه حكومة جديدة أو على وإذا ما صار فيه على أمل أنه نشهد قريبا حل موضوع البطاقة التمويلية لحتى المواطن اللبناني يظل قادر أنه يحافظ على لئمة عيشه ويظل قادر يصمد الحفاظ على لقمة عيش الناس يصمد بهذه الصعبة شكرا لك أهلا وسهلا شكرا مشاهدين الكرام فاصل إعلاني ثم ننتقل إلى النائب في مجلس النواب اشتركوا في القناة